لو تعرف حد مريض سكر او واحدة عندها تكايس في المبايد خليها تشوف الفيديو ده انا الدكتور ابراهيم خطاب خليكم معايا هل خلي التفاح مفيد لمرضى السكر الميتا انالسيس دي جمعت نتائج 6 تجارب اتعملوا على 317 شخص عندهم مرض السكر من النوع الثاني اللي بيجي الكبار غالبا مش الاطفال وبيثبت انه خلي التفاح له نتائج مفيدة على قياسات السكر الصايم وعلى السكر التراكمي لمرضى السكر لو انت مريض سكر جرب تضيف خلي التفاح يوميا على السلطة او على اكلك او استخدم معلاء او معلقتين خلي تفاح بحد اقصى حطوهم على كبات مية كبيرة واشربهم كل يوم لازم يتخفف طبعا بمية ما يتشربش مركز ويفضل انك تشربه بشليمو عشان ما يقصرش على الطبقة الخارجية للاسنان زي ما قلت الفيديو اللي فات الدراسة كمان اللي قدامك دي بتثبت انه خلي التفاح بيحسن حساسية الانسولين بنسبة 34% فمفيد بشكل رائع لمرضى السكر وخاصة كمان لو وزنهم زايد ايه علاقة مقاومة الانسولين بمرضى السكر مقاومة الانسولين هي السبب في حدوث مرض السكر من النوع الثاني اصلا ولو حد بري دايابتك او داخل على مرض السكر واستخدم خلي التفاح او زبط اكله وقلل الكربوهايدريت فهيمنع مقاومة الانسولين وهيمنع حدوث مرض السكر هسيبلك في اول تعليق فيديو مقاومة الانسولين شوفوا بعد ان اتخلص الفيديو ده خلي التفاح بيساعد في علاج تكييسات المبايد عند السيدات ونتيجه واعدة جدا والتجربة اللي قدامك دي تعملت على مجموعة سيدات الدهم خلي التفاح يوميا لمدة 90-110 يوم يعني 3-4 شهور وبعد الاربع شهور النتيجة كانت رائعة 57% من السيدات دي رجع لها التبويض مرة تانية بشكل طبيعي وده بسبب ان مقاومة الانسولين عندهم اتحسنت لو انت عندك تكييس مبايد او لو انت عندك سكر من النوع التاني وجربت استخدم الجلوكوفاج او السيدوفاج او مادة الميتفورمل اللي هي منظم السكر وخاصة لو مناسبش معاك نتيجة ال GI disturbance يعني لو حصللك معاها مغص اسهال انتفاخات ما كنتش متحمله فخلي التفاح بديل جيد جدا جدا بالنسبة لك خلي التفاح له فواية تانية كتير انه بيقلل ضغط الدم بيقلل الكوليسترول الضار بيستخدم للشعر وفي علاج الاشرة بيستخدم لحالات في البشرة والعلاج حب الشباب مفيد جدا لها كمان بيستخدم في تخفيف السيلولايت وعلاج فطريات القدم الموضوعات دي هنقشها في فيديو جاي ان شاء الله شوفك الفيديو الجاي ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد واسيبوا لي تعليقاتك واسئلتك تحت في الكومنتات وانا هرد عليها اشتركوا في القناة